السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بالمشاهدين ومشاهدات أفاد الناتق الرسمي لوزارة الخارجية عبدالعزيز بن علي الشريف عن تسجيل إصابة مواطن جزائري بجروح طفيفة في انفجار بيروت وأكد ذات المتحدث أنه لا يوجد أي مواطن جزائري ضمن ضحايا هذا الانفجار مع تسجيل إصابة مواطن جزائري بجروح طفيفة بحسب المعلومات المتوفرة للوزارة لحد الساعة وقشف بن علي الشريف عن تردد بعض المعلومات التي تشير لإمكانية تواجد مواطن جزائري آخر في أحد مستشفيات بيروت لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها من السلطات الصحية اللبنانية نظيفا في ذات السياق أن مصالح السفر الجزائرية بلبنان في اتصال دائم مع السلطات اللبنانية لتأكيد الخبر والوقوف على آخر مستجدات الانفجار على إحوال جاريتنا في لبنان كما أكد الناتق الرسمي للوزارة أن السفر الجزائرية ببيروت تدخلت لتقديم يد المساعدة اللازمة لمواطنين جزائريين أصيب مسكينيهما بأضرار مادية إثر هذا الانفجار ليؤكد ذات المتحدث أن مصالح السفر ببيروت مجندة وفي تواصل مستمر مع أعضاء جاريتنا لاستجابة لأي طلب مساعدة قد يصدر منهم في هذا الظرف الصعب الذي تشهده لبنان الشقرقة ترجمة نانسي قنقر